على هامش المنتدى الدولي للحضارات العريقة المنعقد في العاصمة بغداد وبمشاركة عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية شهدت المدينة الأثرية القديمة في بابل زيارة وفد من ممثلي تلك الدول المشاركة للاطلاع على معالم المدينة التاريخية ومعرفة آخر الاستعدادات الجارية لتطويرها ضمن أحد أهم المواقع الداخلة للائحة التراث العالمي الاهتمام يجب أن يكون كبير واليوم سررنا وجميع الوفد الذين حضروا من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومعالي وزيرة الثقافة المصري ومعالي وزيرة الثقافة اليونانية وكذلك وفد بيرو وفد أخرى أكدنا على استمرارية دعم محافظة بابل من خلال البرامج الخاصة كان يوجد لدينا برنامج خاصة بابل عاصمة العراق الحضارية يؤسف بأنه لسانة واحدة وتوقف هذا البرنامج الخاص أكدنا بشكل كبير على أن يكون هذا البرنامج مستمر ويأتنعقاد المنتدى الدولي للحضارات العريقة في وقت أكد فيه العراق استعادته العام الماضي قرابة ثمانية عشر ألف قطعة أثرية بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية ويطبح القائمون على المنتدى أن يكون نافذة للحوار الثقافي كشرط لتعزيز التفاهم والتنسيق مع بقية الدول بغية استرجاع ما تم السرقته من آثار عراقية في مراحل مختلفة العراق جاد في استعادة آخر قطعة أثرية موجودة في الخارج وإن شاء الله عن قريب أيضا بعد أن شهدنا استرداد 18 ألف قطعة العام الماضي من الولايات المتحدة الأمريكية سنقوم الآن أيضا باسترداد العديد من القطعة الأثرية من عديد من المتاحف المؤسسات الموجودة في الخارج التعاون بين الدول لحماية الآثار وتوادل الآثار المسروقة والحد من ظاهرة الاتجار بالآثار يعني كل هذا الموضوع يتعلق بالتلاقى الثقافات بين الشعوب للمنطقة ويسعى العراق إلى استثمار المنتديات واللقاءات الدولية لتبادل الخبرات بهدف تحقيق التنمية الثقافية وتوطيد العلاقات مع الدول التي تمتلك إرثا تأريخيا وحضاريا فضلا عن مناقشة ملفات جانبية لا تقل أهمية من بينها ملف المياه وضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية زيارة مدينة بابلة التأريخية ضمن فعاليات منتدى الحضارات العريقة تشكل فرصة للعراق لعرض جهوده في إصلاح الآثار وإعادة تأهيل المدينة وتجهيزها بالخدمات الأساسية أحمد الحسناوي الحرة بابن